السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبدالعزيز سالم في الجزء رقم 7 من الفصل السابع سنتناول البرورتس أوف تيبيكال ماغنيزيام ألويس أي الخواص الخاصة بالسبائك الفعالية للماغنيزيام في الحقيقة الأمر سبيكة البيور ماغنيزيام أو الماغنيزيام النقي طبعا قوة الشد بالBSI أو الباوند بير سكوير إنش وهي وحدات إنجليزية 23 ألف وليلد السرينس 13 ألف والألونجيشن من 3% ل15% هذه العنصر الماغنيزيام إذا كان النيلد أي معموله عملية معالجة حليل اسمها النيلد كما أسلافنا من سابق أما إذا كان كولد ووركت فبيكون 26 ألف يعني زادت قوة الشد و17 ألف زادت الـ yield stress ولكن على حساب الـ elongation elongation بقت من 2% لـ 10% وأيضا الماغنيزيام ألوي يعتبر كاسينج ألوي وروت ألوي مثلا السبيكة AM 100 شرطة T6 AM معناها بها ألمنيوم ومانجنيز وهذه السبيكة فيها 10% ألمنيوم واحد من 10% منجنيز طيب فيها قوة شد 40 ألف ييلد حوالي 22 ألف وـ elongation 1% طيب أما سبيكة أو مثال آخر على سبيكة الروت ألوي AZ 80A T5 وـ AZ معناها ألمنيوم وزينج فيها 8.5% ألمنيوم وـ 5 من 10% زينج قوة الشد 55 ألف وقوة A الـ yield stress حوالي 40 ألف والـ elongation حوالي 7% أيضا مثال آخر HK 31A شرطة H24 معناها أن فيها 3% TH وـ 6 من 10% عفوا في المية زاركون قوة الشد 38 ألف وقوة الـ yield stress 30 ألف والـ elongation 8%